ومباشرة إلى خلط الرأي العام نقرأ لكم منها زاوية جرد قلم للكاتبة بخيت أمين والموصومة بعنوان أيها البرلمانيون ماذا أنتم فاعلون تسهل أمين زاويتها بأن الناخبين في كل أنحاء العالم يلتقون مرشحهم ويقدمون أمنياتهم الحياتية ليحاول أن يحقق ما يقوى على تحقيقه وتضيف وتجيء لقمة العيش في السودان على صدر الاهتمام المتزايد وتمضي إلى أن برلمان إبراهيم أحمد عمر على حد تعبيرها يقضي جلسات وجلسات ويغيب النواب عن بعضها وتغلق الأبواب وتمنع المنصة أو وتمنع المنصة النواب من الخروج لأهمية ما ستتم مناقشته والنواب يغيبون وتشير بخيتة إلى سكوت النواب رغم شكاوى الحجاج التي يشيب لها الشعر من ظلم أهل الحج مما دفع برئاسة البرلمان للصراخ غضبا بحل إدارة الحج والعمرة وقطع رأسها فيما تقول بخيتة الساخرة من المضحك أن عدد من النواب امتنى عن الإدانة وحتى حج الكبار والمسؤولين يثير غضب الناس إلا أن بعض النواب يقاطعون التصويت لأنهم كبار وتتساءل بخيتة أليست هذه محنة؟ وتذهب إلى أن المواطنين توقعوا أن يقف نواب البرلمان ونعدوا بالصوت العالي لا لحج المسؤولين مهما كانت وظائفهم وليدفع نواب الرئيس من مالهم الخاص لزوجاتهم وأقاربهم إن أرادوا مرافقة كبيرهم وتقتم بخيتة أمين زاويتها متسائلة كيف للنواب أن يلتقوا من أعطوهم أصواتهم ثقة في توفير لقمة كسرة أي ورضيهم الانفلات التسعيري الذي يحدث وهل نجح البرلمان في الضغط على الجهات المسؤولة وإجبارها على مراجعة أسعار السلع الأساسية وزيادة غير المبررة التي حلت دون توفير القفة الملاحة المناسبة؟